تحرك ايراني ناعم في محاولة لاستقطاب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وذلك عبر ارسال وزير خارجيتها الى بغداد قبيل جولة الكاظم الثلاثية الى الرياض وطهران وواشنطن ووضعها جميعا في سلة ايام متقاربة فيجني فائدة من هذه الزيارات معا مصادر سياسية في بغداد قالت ان ايران تسعى لان تكون زيارتها قبل الرياض وتعول بشدة على الزيارة التي سيقوم بها الكاظم الى طهران لتعزيز الملف الاقتصادي ضمن سياق العلاقات غير المتكافئة بين البلدين بعدما عمر الكاظمي على الحد من نفوذ الفصائل الحليفة لها في العراق سلوك ايران دبلوماسي كشف عن حجم المصاعب التي تعانيها على مستوى السياسة الخارجية مؤخرا وهي تلاحظ ان رئيس الوزراء العراقي الجديد ينظر غربا بعدما اعتاد معظم اسلافه الاهتمام بالجارة الشرقية الى حد الافراط ويعتقد مراقبون ان ايران لم يعد لديها ما تقدمه للحكومة العراقية بعدما قررت النظر الى العراق من زاوية مجموعة فصائل مسلحة يريد قادتها ترسيخ مفهوم لدولة التي اعلنت ان القوات الامريكية في العراق هي قوات احتلال واستهدافها من قبل المقاومة سيتصاعد يوما بعد اخر هل ستعمل طهران على تقليص نفوذها في العراق والاهتمام باقتصادها المنهار وشؤونها الداخلية المتردية ام انها ستستمر بسياستها المزعزعة لاستقرار العراق والمنطقة كما كانت لعقود